بالحديث عن وفرة الأسواق ووفرة المواد الغذائية لكن بالعموم يعني تعزيز قواعد الأمن الغذائي في الجزائر أيضا في صلب استراتيجية الدولة من خلال استراتيجية خاصة بتطوير الفروع الفلاحية وتعزيز التموين المنتظم استفاضة أكثر في هذا الموضوع أسعد كثيرا باستقبال الدكتور عبدالقادر صافي الخبير الاقتصادي دكتور صافي صباح الخير شكرا لك على قبول الدعم صباح الخير ولكل سيدات سادة المستمعين القناة الثالثة أهلا بك دكتور صافي إذن الأمن الغذائي هو من القضايا التي تلقى اهتماما واسعا على جميع الأصعداء على جميع المستويات ما هو واقعه واقع الحال في الجزائر وما هي انعكاساته وأثاره على الاستقرار الاجتماعي فعلا في السنوات الأخيرة وخاصة في الشهور الأخيرة تزايدت حدة وضع الشعوب فيما يخص الأمن الغذائي وأصبح ناقوس الخطر يدق على مستوى العالم فيما يخص قضية الأمن الغذائي والجزائر ليست بمنأة عن هذا المحيط العالمي وخاصة أنه قطاع الفلاحة أو قطاع الغذاء في الجزائر يعتبر قطاع استراتيجي وهو يحادي قطاع المحروقات في الجزائر من ناحية الاستراتيجية ونظن أنه الجزائر وفرت إمكانيات كبيرة جدا ويعني فيه نظرة استشرافية فيما يخص مخاطر هذا الأمن الغذائي مستقبلا وخاصة على الشعوب بصفة عامة والجزائر مرت بفترات لأنه عندما نتكلم عن الأمن الغذائي نتكلم عن استقرار الشعوب نتكلم عن العدلة الاجتماعية فيما يخص توزيع هذا الأمن الغذائي وهو عنصر هام فيما يخص تطور الشعوب والعدلة الاجتماعية وتوفير المستلزمات الأمم أو الإنسان من ناحية الغذاء واليوم يعد قطاع استراتيجي فيجب أن يحظى بستراتيجية وبنظرة استشرافية وتوفير الإمكانية اللازمة من أجل وضع أسس مستدامة أسس طويلة المدى من أجل ضمان هذا العنصر الهم وهو الأمن الغذائي نتكلم عن الأمن الغذائي ونتكلم عن وجود الإنسان وهو كان من أسباب نزاعات عرقية وثورات عبر تاريخ الزمن أن هذا العنصر عنصر هام جدا حتى في ظل الرهانات الحالية فعلا الرهانات الحالية نظن أنه اليوم كل الدول نشوفه ما يحدث اليوم في أوروبا من عدم استقرار المجتمعات خاصة فيما يخص الأمن الغذائي نتيجة أهميته وستراتيجيته كل هذا التطور الذي نعيشه اليوم هو من أجل استقرار الشعوب من أجل توفير لقمة العيش دكتور صافي في ظل تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي للجزائر فيما صعف أدول المتقدمة من حيث الوفرة الانتفاع النوعية والسلام الصحية للأغذية وكذا الموارد الطبيعية والصمود وأيضا في ظل مؤشرات قوية لهذا القطاع الفلاحي اليوم في الاقتصاد الوطني الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب والفلاحية لنعود إلى معالم هذه الاستراتيجية الخاصة بتطوير الفروع الفلاحية الاستراتيجية اليوم الجزائر تاريخيا كان لها وخاصة قطاع الفلاحة كان له دور محوري وكان له وضع هام جدا من بين القطاعات لتؤول عليهم الدولة الجزائرية فيما يخص كما تكلمنا سابقا الأمن الغذائي ولكن القطاع الفلاحة في الجزائر وخاصة ما تسخر به الجزائر من إمكانيات هامة جدا تنوع الأراضي فيما يخص تنوع المحاصيل يعني الهضاب والسهول والسحراء واليوم أن القطاع الفلاحة في الجزائر يعني هو عرف بعض الهزات أو بعض فيما يخص إدخال من فترة إلى فترة إدخال إصلاحات من أجل تطوير هذا القطاع ولكن اليوم أنه فيه فيه استراتيجية مبنية على أسس واضحة لجعل من هذا القطاع يأخذ حي زهام وأنه شفنا أنه في السنوات الأخيرة الجزائر وصلت إلى اكتفاء ذاتي في عدة قطاعات في عدة منتوجات فلاحية غير أنه بقي يعني منتوج أهم جدا اللي هو منتوج الحبوب القمح اللي هو يعني العنصر الفاصل في كل القضايا اللي نعيشها اليوم عالميا أنه أزمة القمح اليوم حتى من قبل أزمة كورونا عفوا أوكرانيا مع روسيا ولكن كان دائما أنه الجزائر كان عندها نقص في هذا الجانب وهو عنصر استراتيجي هام جدا منتوج استراتيجي إنتاج القمح أنه الجزائر تستولد حوالي ما بين 9 إلى 10 مليون طن سنويا وهي تغطي 3.6 مليون طن من هذا الإنتاج والباقي يستولد وأنظن أنه فيه يعني بناء على توصية سيد رئيس الجمهورية يجب أخذ هذا القطاع كأساس من أسس يعني التنمية الاقتصادية في الجزائر وأخذ الحيز الهام في مجال عمل الحكومة وهو بتوفير كل الإمكانيات من أجل أن يصبح هذا القطاع من بين القطاعات الاستراتيجية في الجزائر وهنا نفصل أكثر في تجربة الجزائر دكتور صافي يعني في إطار مجابهة التحديات الجديدة على الصعيد الغذائي تجربة الجزائر بتنظيم هذا القطاع من خلال توفير المدخلات من بذور من حبوب يعني كمواد استراتيجية من بقول جافة وتم إحصاء الأخير يعني لهذه البذور ما يسمح لنا بمعرفة قدرات تخزيننا وقدرات إنتاجنا في هذه الشعب بالذات يرافقها امتيازات تسهيلات دعم من الدولة في مجال الأسمدة في مجال الأدوية بأسعار معقولة خلينا يعني فيه بعض المؤشرات إيجابية جدا في الجزائر أنه نعرف أن قطاع الفلاحة يغطي ما بين 14.4 من ناتج الداخلي الخام وهذا رقم يعني مهم جدا ولكن الجزائر لها من الإمكانيات أنه هذا الرقم يرتفع في المستقبل وأنه الدولة والحكومة اليوم هي في سعيها وضع آليات من أجل تنظيم هذا القطاع ولو أنه هناك بعض نقائص عدم استقرار بعض أسواق المنتجات وهذا مرتبط كما ذكرت سيدتي كما ذكرت فيما يخص الأسمدة والأعلاف أنه بعض المرات هناك هزات في السوق المحلي الداخلي لبعض المنتجات كاللحوم البيضاء أو اللحوم الحمراء أو حتى وهذا مرتبط بالأعلاف ومرتبط بالبذور ونظن أنه فيه مؤخرا تم إنشاء بنك للبذور نعم ونلاحظ في السنوات أو الشهر الماضية في أزمة بطاطا ارتفعت إلى 150 دينار واليوم راي في حدود 50 دينار هذا التفاوت الكبير في هذه الأرقام سببه هو مشكل عدم استقرار السوق لأنه مرتبط بالبذور مرتبط بالأعلاف سواء إذا كانت كلموا عن المنتجات النباتية أو الحيوانية يعني كل شيء مرتبط ويجب بالتفكير في هذه المواد الأولية أن تنتج محليا لضمان استقرار وديمومة وتوفير هذه المنتجات في السوق وأنه الدولة اليوم عاونت يعني تقدم مساعدات كبيرة جدا في حدود مليار دولار إلى الفلاحين أنها تساهم بتغطية خمسين بالمئة من تغطية الأسمدة يعني للفلاحين هناك مساعدات أخرى كقروض بنكية وإنشاء بنوك ووكلات من أجل مرافقة للفلاحين إلى مساعدتهم للإنتاج يجب فيه ملاحظة أريد أن يعني ينتهز الفرصة وأقوله يجب تنظيم السوق الداخلي نعم وفيه تعرفي سيدتي أنه الفلاحة تطلب أموال كبيرة جدا تطلب تكنولوجيا تطلب موارد بشرية يعني متأهلة ومتدربة وبالتالي اليوم يعني قطاع الفلاحة من القطاعات التي تطلب هذه الإمكانيات المستلزمات الفلاحية الأسميدة الأعلاف موارد البشرية تكنولوجيا متطورة آلات ضخمة للحصاد يعني كل اقتصاد الماء أيضا توفير الماء خاصة اليوم في استراتيجية لإعطاء الصحراء طبع خاص في الإنتاج الفلاحي يعني رحنا هابطين من الهضاب والسهوب إلى الصحراء وبالتالي اليوم يجب أن تكون هناك استراتيجية واستراتيجية قطاعية سواء نتكلم عن مختلف المنتجة سواء حيوانية أو نباتية أو فيما يخص لزيمبوت يعني مدخولات للقطاع الفلاحي اللي هي الأعلاف والبذور ويجب إعادة الاستراتيجية ليس فقط الاكتفاء الداتي ولكن يجب الذهاب بعيدا في هذا القطاع إلى توفير البذور محليا وهو لتغطية العجز لموجود من أجل ترقية هذا القطاع الفلاحي في المستقبل وهو يعني عنصر استراتيجي كيوضاهي القطاع المحروقات والغاز في الجزائر والجزائر ممكن نذهب بعيدا إلى التصدير إلى القرى الإفريقية لأنه قطاع الفلاحة مثل قطاع السكن عندما يتحرك قطاع الفلاحة تتحرك كل القطاع سواء قطاع النقل قطاع الخدمات الأسواق المحلية التصدير الصناعات التحويلية في القطاع الفلاحي كل هذه القطاعات تتحرك عندما يتحرك القطاع الفلاحي ولكي يتحرك القطع الفلاحي يجب أن تكون هناك ما يسمى بالاستقرار الفلاح علاقة الدولة بالفلاح يجب أن تكون علاقة وطيدة جدا علاقة ضمان أنه فيه منتوجات منتوجات أحيانا الفلاح لا يدري أين يسويقها أو يذهب بها سواء للمخازن كالحبوب أو الطماطم أو المصانع أو وبالتالي اليوم فيه أنا أخلي نقول يعني نفتح قوس وما زال هناك عجز في البنية التحتية للقطع الفلاحي وخاصة المخازن سواء نتكلم على مخازن الحبوب أو مخازن المنتوجات الفلاحية بأنواعها وحتى يعني المخازن التبريد مثلا التبريد هناك نقص يعني ملحوظ في الإمكانيات أو البنية التحتية للقطع الفلاحي ما زال هناك نقص وخاصة تنظيم الأسواق تنظيم أطر الفلاحية مثلا الفلاح لينتج القمح يجب أن تكون ضامنات أنه ينتج القمح لمدة سنوات ليس هذا العام ينتج قمح والعام الجاي ينتج منتوج آخر ويكون هناك تذبذب في الإنتاج الفلاحي يجب تكون هناك أطر استراتيجية طويلة استراتيجية طويلة وعلى أساس واضحة وتكون ضامنات للفلاحين أنه المنتج دعوه يسوق ويشترى ويخزن أو يأخذ بعن الاعتبار المنتج دعوه هكذا الفلاح كل سنة راه عارف ما هي المنتجات اللي راح ينتجها في السنوات القادمة ولا يكون هناك تذبذب في الأسواق أنه شفنا شفنا يعني في السنوات الأخيرة تجارب كبيرة أنه الفلاح دائما يغير المنتج تعوه لأنه ما نجحش في هذا المنتج أنتج بكمية كبيرة ولم يجد أين يخزنه أو أين يسوقه فيغير المنتج تعوه وهكذا لا يكون هناك استقرار في السوق ونقدر هناك مؤشرات داخلية نشوف الأسواق عندما نقيصوا إنتاج معين في الفلاح تشوف السوق الداخلية هل هي منظمة هذه السوق أم غير منظمة أحياناً تكون مضاربة أحياناً تكون مشاكل أعلاف أحياناً تكون مشاكل يعني مثل مشكلة القمح مرتبط بالأمطار نعم يجب أن الجزائر تستغل إمكانية الفضائية لها لوضع مسح جغرافي للأراضي التي يمكن يعني دراسة بيئية للأمطار ما هي الأماكن التي سنوياً تكون فيها الأمطار ما هي المساحة الساحل ما هي المساحة التي يكون فيها جافافسة يعني على مدى طويل يعني يجب نحن على الجزائر لها من الإمكانيات الفضائية أنها تدرس دراسة جو بيئية أو جغرافية من أجل تمكين الفلاحين من معرفة الجانب البيئي الجانب الأمطار دراسة البيئة تأثير البيئة على المنتوجات الفلاحية نعم كل هذا هذا قطع مهم جداً وفيه يعني العمل لا ينتهي وبالتالي اليوم يجب فتح باب للمخابر فتح باب للدراسات علمية إدخال تكنولوجيا متطورة إعادة إحياء البنية التحتية للقطاع الفلاحي نزيد نروح بعيد يعني هناك نقص في تسيير القطاع الفلاحي يعني نتكلم على بعض الهياكل الموجودة يعني عندها سنوات لم تتطور هيكل تسيير القطاع الفلاحي اليوم وزارة الفلاحة من المفروض أن الوزارة تكون وزارة استشرافية لسنوات صحيح وليس وزارة لتسيير الشأن الفلاحي يعني هناك جملة من المعايير يجب أن تحدد في هذا القطاع من أجل النهوض بهذا القطاع لأنه قطاع هام جداً والجزائر لها من إمكانيات ما يمكن أن تصدر نقول لك ستين سبعين بالمئة من المنتوج الفلاحي بعد الاكتفاء الذاتية إلى الدول الإفريقية ونشوف حاجة الدول إلى الأمن الغذائي اليوم وإلى المنتوجات الغذائية جيد دكتور صافي التوجه اليوم هو نحو المنتج المحلي وتعزيز هذا المنتج المحلي وجودته نعود إلى مبادرة بنك البذور يعني وربطها بقانون الاستثمار الذي يعني يؤكد على عشر سنوات حتى نضمن الاستقرار أكثر يعني كيف سينعكس ذلك على أو هذه المؤشرات على المنتج المحلي وفق المقاربة الاقتصادية الجديدة هذا هو بيت القصيد هو تطوير أو إيجاد خاصية المنتج المحلي الجزائري وبنك البذور يعني من أهم البنوك لأن السلطات العمومية خطوة كبيرة خطوة إيجابية جدا في هذا المجال ونعرف أن كل مشاكل الفلاحة نحن كنا مرتبطين بالخارج من أجل البذور سواء بذور القمح أو بذور البطاطا أو بذور عدة أنواع من الصوجة أو صناعة الزيت وبالتالي اليوم هذا البنك سيقدم خدمات كبيرة جدا للفلاحين ورح يطور حتى داخل القمح هناك عدة أنواع من البذور وفيها القمح اللين فيها القمح الصلب فيها يعني إحنا نستهلكوا بزاف القمح الليين ولكن اليوم الاستثمار وماشي للقمح الصلب لأنه الجودة والثمن مهم جدا حتى صحيا صحيا فعلا واليوم هذا بنك البذور سيكون عنده إحكاسات إيجابية على المنتوج المحلي الجزائري ويكون بين أيدينا ونعرف ما هي البذور الجيدة والبذور غير جيدة أحيانا الجزائر تستورد قمح ولكن قمح من نوعية رديئة جدا أو حتى رضاءة بعض البذور مثل فاتت في سنوات سابقة جبنا بذور بطاطا لا تصلح كانت تقدم للأبقار في الدول الخارجية يعني بذور من نوعيات متدنية وبالتالي اليوم هذا البنك سيحمي البذور سيسمح البذور في الجزائر ويسمح الجزائريين أنهم يطوروا يطوروا هذه البذور عن طريق الأبحاث عن طريق الدراسات واليوم الجزائر وفرت معاهد فلاحية كبيرة جدا من أجل ترقية هذا المنتوج ومن أجل توفير هذه البذور طيب الأولوية أو التحدي هو بناء اقتصاد متنوع وقوي دكتور صعفي من خلال استراتيجية لابد أن تكون طويلة المدى بأهداف طويلة المدى وهو ما تركز عليه الحكومة يعني رهانات القادمة على الزراعات الصحروية على الصناعات التحويلية على توسيع أو توفير المياه للمساحات الكبرى الزراعية أيضا فعلا هو الجزائر اليوم حوالي مليونين وتقريبا وأكثر من النصف هي أراضي مخصصة للإنتاج الفلاحي وفيه إمكانيات كبيرة جدا وخاصة أن الصحراء أرضها واجدة يعني لا تتطلب إصلاحات أو بعض يعني ليس أراضي صخرية أو أراضي يعني صعبة المنال من أجل الفلاح والجزائر يعني قارة هي في ذاتها قارة ولها مساحات زراعية شاسعة وكبيرة جدا نعم وشفنا أنه فيه تجربة ولاية بسكرا وتجربة ولاية الواد من الولايات النموذجية فيها الإنتاج الفلاحي والإنتاج الزراعي وهذا ما يسمح الجزائر أنه إمكانياتها ضخمة حتى من يعني بداية من ولاية الجلفة إلى الجنوب كلها أراضي يعني صالحة الفلاحة وصالحة الإنتاج الزراعي وما علينا إلا توفير الإمكانيات من أجل استغلال هذه الأراضي وخاصة أن المياه موجودة في الصحراء بقوة صحيح دكتور صافي ردت رهد الجزائر على تشجيع الفلاحة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال أعطاء أهمية بالغة للبحث العلمي في هذا المجال أيضا انخراط الشباب في البرامج الفلاحية دور البحث العلمي في تسويق صورة إيجابية عن يعني عن المستوى الغذائي والاقتصادي للجزائر وعن فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال هو فعلا يعني اليوم هناك نقلة نوعية فيما يخص سواء الإطار الكادر يعني اللي يعمل في هذا القطاع هناك فيه فيه تطور ملحوظ وخاصة الجانب التكنولوجي يعني اليوم فيه التكنولوجيا سهمت كبيرا في ترقيات هذا القطاع بالرغم أنه كان قطاع معروف تقليديا يعني يعتمد على الآلات الآليات أو آليات أو آلات أو موارد تقليدية كلاسيكية معروفة في الفلاحة اليوم الفلاحة عرفت نقلة نوعية وخاصة من الجنب التكنولوجي والبيوت البلاستيكية الرش المحواري غرس البذور آليا يعني حتى حتى و حتى يقابلها أنه فيه موارد بشرية متطورة متدربة يعني متكونة وبالإضافة إلى اليوم وجود يعني برامج فلاحية فيها رقمنا فيها يعني عدة متخلات تكنولوجية متطورة جدا فيها دراسة دراسة الجو من حيث توفير الأمطار فيها في عدة يعني كما يقولوا عدة جوانب لدخلت وطورت هذا القطاع خاصة قلت كما جانب التكوين وجانب التطور التكنولوجي سهم كثيرا في ترقية هذا القطاع والجزائر اليوم نشوفنا أنه فيها حتى من ناحية التغليف ومن ناحية يعني الامبلاج من ناحية فيها الترقية لهذا المنتوج الفلاحي ونظن هذا راح يساهم كثيرا في تشجيع الشباب الجزائري على أنه يقتحم هذا القطاع من أجل يعني ترقيته وحتى أنه يستفيد منه الشباب الجزائري يعني الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار جداب واستثمار هام جدا ويعني لا بديل عنه حتى نقلس من الوريدات من الوريدات فعلا حتى نقلس من الوريدات لأنه فاتورة الغذاء فاتورة مرتفعة جدا وخاصة قطاع واحد تأخذ منتوج واحد منتوج القمح رأنا في حدود خمسة إلى ست ملاير دولار استيراد في عجلة دكتور صافي شروط تحقيق الاكتفاء الذاتي هل هي يعني ترتكز على كل هذه العوام المجتمعة أو يجب مثلا تركيز على التكوين على الحرص أكثر من جانب الفلاحين من جانب السلطات العمومية وأيضا يعني آفق هذا القطاع للعبور إلى منافذ عربية وإفريقية أخرى أنا الشيء اللي لحظته من خلال تتبعي لبعض الإصلاحات الاقتصادية بصفة عامة وخاصة قطاع الفلاحات نعم اليوم المجهودات اللي راهي تبذل من طرف السلطات العمومية هو من أجل توقيف تدهور هذا القطاع نعم يعني معافات يعني تعافي تعافي هذا القطاع ووضع خارطة طريق له يعني الأهداف الاستراتيجية لم نصل لها بعد يعني الخارطة الاستراتيجية لهذا القطاع الفلاحي لم وفي إشارات متعددة رئيس الجمهورية ألح كثيرا على وضع استراتيجية لهذا القطاع الفلاحي واليوم كل هذه الإجراءات هي إجراءات من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة في القطاع الفلاحي سواء تنظيم السوق محاربة المضاربة توفير قوانين للضبط بعض الإجراءات الخطيرة مثل قانون المضاربة مهم جدا صحيح وقانون ردعي قانون فيه عدة إجراءات إدارية وتنظيمية لي يعني وضع هذا القطاع في السكة صحيح ولي يعني رسم الخطوط الاستراتيجية لترقية هذا القطاع فاليوم على الجزائر يجب ان تضع أسس استراتيجية بعيدة المدى وتحديد الأولويات في هذا القطاع وبعد ويجب أن لا نتوقف عند الاكتفاء الداتي يعني ممكن أن نذهب بعيدا إلى الاسترات حتى وتقليل من فاطورة الواردات وهذا هذه الأمر المهم اليوم يجب أن ننظم السوق الداخلية ونحدد التزامات كل شخصي في هذا القطاع هذا مهم جداً شكراً شزيلاً لك دكتور عبد القادر صافي خبير اقتصادي على كرم الحضور وعلى هذه الاستفادة شكراً على الدعوة وبرك الله فيكم 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 شكراً على الدعوة وبرك الله فيكم